وقل رب زدني يا علم ويحسين أخلاقهم ولا يبلغ المقامات العالية في الدين حتى يكون خلقه حسنا وإذا أردت أن تعرف ذلك فوق باجاء في هديه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والصدر الأول فانظر إلى أحوال جماعة ممن نبل من أهل العلم تجد أن في تراجمهم ما يدل على حسن خلقهم وأذكر لكم مثالا يدعن المرء فيه بصعوبة بلوغ هذه المرتبة وهو أن فتى من أصحاب أبي العباس بن تيمية وهو أحمد بن محمد بن عبد الهادي المتوفى قبل بلوغه الأربعين سنة قد فتحت له أبواب علم وله تصانيف في علوم عدة وكان له في حسن الخلق شيء عجيب ومن أخباره فيه أنه كان مرة يتراجع مع ابن قاضي الجبل وابن قاضي الجبل من أذكياء أصحاب أبي العباس بن تيمية لكن ضاعت أكثر كتبه وكان هو وابن مفلح المقدمان في الفقه والقواعد والأصول وهو في القواعد والأصول أقعد من ابن مفلح رحمهم الله فتراجع في مسألة وكان ابن قاضي الجبل كبيرا وكان ابن عبد الهادي أصغر منه فلما اشتد في المناظرة فبصق ابن قاضي الجبل في وجهه فمسحه بكفه وقال طاهر بإجماع المسلمين ترجمة نانسي قنقر